سلام عليكم اعلى مشاهدين اهلا بيكون في حلقة جديدة معكم مرطة سمينة 8 طبعا انتبقى لو عايز اسمك يطلع ما الفيديو الجاي انت لازم تنسل الحال انت اعمل لكو ستركك في القناة سنلازم تسعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديوات اللي ابعملها وطبعا نشكر كل الناس اللي كتابلنا الكومنت في فيديو النهاردة هنعمل مراجعة للأوبور رينو 5 4G طيب ليه 4G مش 5G اقولك انا ليه 4G لان الدول افريقيا والشرق الاوسط عامة هينزل لهم 4G طيب نسخة 5G نازلة مين نسخة 5G دي نازلة للصين ودول اوروبا طيب تعالا بقى معلم عالتصميم لما نروح لتصميم موبايل هنلا ان الموبايل جاي بتصميم البلاستيك ما تسألش ازاي شركة كبيرة زي اوبو لحد دلوقتي خصوصا في فئة الرينو بتعمل موبايلاتها من البلاستيك طيب حتى كنت عملتو جلاستيك خلطتو بلاستيك مع شوية ازاز يعني ما كانتش مشكلة كبيرة يعني بالنسبة لشركة اوبو طيب اول ما تبص لتصميم الأوبو رينو 5 هتلاقي نفس التصميم بتاع الأوبو رينو 4 المشكلة ان التصميم مش وحش لا بالعكس الرينو 4 والرينو 5 تصميمهم شيء جدا بس احنا عايزين تطوير عايزين تغيير عايزين نحس ان فيه اختلاف بين الموبايلين تمام كده خلينا بقى نتكلم على شاشة الموبايل شاشة الموبايل جاية من نوع اموليد بمساحة 6 او 14 انش بجاولة full HD بلاس هنا بقى في الرينو 5 الشاشة جاي بمعدل تحديث 90 هرتز اما كانت في الرينو 4 كانت بمعدل تحديث 60 هرتز بس بصراحة تجربة 90 هرتز مع اوبو حاجة تانية خالص بس ايه برضو المشكلة لو كنت حطيتلي 120 هرتز اللي موجودين عند منفسين تانيين في نفس الفئة السعرية المعالج بقى جاي من نوع سناب دراجون 720G بمعمارية 8 نانو میتر مع معالج رسومي ادرينو 618 والسناب دراجون 720 ده هو نفس المعالج اللي كان موجود في الرينو 4 طيب ايه الجديد؟ الجديد بقى ده جاي في نسخة 5G اللي هي معاش نزلة في الشرق الاوسط طيب في نسخة 5G بقى المعالج جاي من نوع سناب دراجون 765G طيب ايه اللي كان هيحصل لو كنت جبتلي المعالج ده في نسخة 4G برضو طيب مساحة التخزين نزلة بنسختين النسخة الاولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام والنسخة التانية 128 جيجا بس مع 8 جيجا رام لما نروح للبطارية بقى هلقى ان البطارية جاي بسعة 4310 ميلي امبير مع شحن ممتاز 50 واط فكده الموبايل هيشحن من صفر في المية المية في المية في اقل من ساعة تمام كده الموبايل جاي بكاميرا سيلفي احدية هول بانش بدكة 44 ميجا بيكسل فتحة عدسة F2.4 يعني عدسة ديئة جدا اما بعد تصور الفيديوهات فبتصور بجودة Full HD 1080 بيكسل مع 30 فرين في السنة او HD مع 720 بيكسل مع 30 فرين في السنة وكمان بيصور سلو موشن بجودة Full HD 1080 بيكسل مع 120 فرين في السنة وكمان بيصور سلو موشن HD 720 بيكسل مع 240 فرين في السنة طيب بقى الكاميرات الخلفية هم 4 كاميرات الاولى جاي بدكة 64 ميجا بيكسل فتحة عدسة F1.7 والموبايل هيطلع لك صور ممتازة بالكاميرا دي والتانية جاي بدكة 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة F2.2 ودي الخاصة بالتصور الالترا وايد والتانية 2 ميجا بيكسل للماكرو والربع كمان 2 ميجا بيكسل بس هي العزل والموبايل ده بيصور فيديوهات 4K و Full HD و HD بحاولة لملكو حكاية الكاميرات حشان ما تقولش في وقت الفيديو والموبايل كمان بيصور سلو موشن Full HD و HD وبس كده دي كاي كل حاجة عن الموبايل بس بشراحة بقى رأيي الشخص انا انا مش شايف فرق كبير بين الرينو 5 والرينو 4 طبعا لو انت شتريت الرينو 5 فانت ضام انت جروبت سوفت وير مستقرة من شركة أوبو وخدمة مابعد البيع الممتازة طيب دلوقت انا واحد معي الأوبورينو 4 وعايز احدث موبايلي هل اروح اشتري الأوبورينو 5 لا مالوش لازمة لانه وايش فرق كبير بين اللي اتنين طيب الموبايل سعر المتوقع وده السعر المتوقع هيبقى من حوالي 6000 جنيه ل 7000 جنيه بس كده دي كاي كل حاجة عن حالات النهاردة او اجبك الفيديو بقى ومعجبكش برضو ما ننساش بقى اللايك وششير نسكراك في القناة بقى واتفعل زر الجرس عشان ينسى الله كل جديد ويه سلام عليكم